السلام عليكم و مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناعتكم دار كرام تاذي اليوم ان شاء الله هنقدم معكم وصفات لديه دو رائعة و مميزة ديل هاد الصيف و هاد الحرارة اذا الفاق بالمشماش و بمكونات اللي هي بسيطة بزاف غادي نشارك معكم ان شاء الله جوج وصفات هاتوا ما كاتفوا معي كي حمقوا عليها و خصوصا الاطفال ندو على بركة الله بالواقع نحضر معكم عصير المشماش يجيزوين بزاف رائع احسن منك يتبع في المحلات يجيخاتر وبنين باسعل طريقة اذا غادي نحتاجو هنا عندي هنا نسكيلود المشماش ممكن انتم تضعفوا الكمية بحسب اللي بغيتو نسكيلود المشماش غادي عطيني جوج يطرون من العصير خاتر وبنين ممكن تديرو كيلود المشماش واللي سأنا ديرو منها انتم تزوج من الحاجة اذا غسلتم مزيان مزيان فنغسله وننظفه مزيان حتى بشوية لخلي انا كيف كتعرفوه ما كتحيض له لقشرة وبالتالي احنا عارف الان الفواكه مداوية فاغسلتم مزيان 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 ونبعز تعلي واحد كاس اللاروب ديال سكر سنيدة سكر حبيبات كاس اللاروب وعندي هنا ديال الماء عندي تقريبا واحد ايطرو حسر ايطرو ربع اذا غادي ندير نصف ديالو نغليه معاه ونصف الاخر غادي نديرو في المجمد يبرد باش نخوي عليه في الاخير اذا درت تقريبا واحد نستطره هنا ديال الماء ونحطوه فوق النار غادي نحطوه حتى يغلي ممكن تديرو الماء الغليان باش يسهل عليكم اذا غادي نحطوه تقريبا واحد خمسة دقايق غايت بالي طلعت في بحر هكذا الغليان سوف ينحيضو اذا انتم ما ممكن تديرو الماء هكذا في الطنجرة تيغلي مزيان مزيان بحر غادي نحضروه اعتي وحطوه في المشماش ديالكم غاية واحد جوش دقايق طلع في هكذا الغليان سوف تحيدو من فوق النار بالنسبة لما الاخر درت معه مكعبه التلج ودرته في المجمد ومن بعد اخويتو عليه باش دغية يبرد وانطحنوه هانتو من بعد ما طحنتو انا اخويتو في المكسور وطحنتو في الكاز ديالعاصر شوفوا معايا كيف يخرج كيجي رائع زوين بزاف وبكمية كبيرة كيجي خاسر وبنين ما تشبعوش منو اذا اندرت كاسل لارو بياس كاسانيضا ونسكيلو ديالال مشماش مع اطرو حتر اطرو ربع ديال الماء ممكن زيتو كتر الماء لبغيتو هجار كتر وممكن عندكم تكتافيو غيب لطر واحد لبغيتو عاقد مزيان فكيجي رائع ومنعيش باحسن طريقة تخليو احتي برد مزيان وتقدموه بصحة وراحة اذا هذا هو العصر ديالنا ديال اليوم ونمرو على بركتي الله الوصفة الثانية اللي احتهي بالمشماش بالنسبة لهذا القلاس الاقتصادي الرائع والديد فغنحتاجو فيه فقط جوج مكونات لا غير اذا غنوجدوه فقط بجوج المكونات بدون غبرة بدون كريمة بدون اي شيء يعني وغادي يجيز زوين رائع كيف كتشوفوا معي كريمي يعني بفواكه طبيعية اذا بدونوا عنا بركتي الله بالمكونات اذا غادي نحتاجو ان شاء الله الكيلو ديال المشماش كيف كتشوفون المشماش را نحطيتو في فريقو حتى برد مزيان مزيان حتى قرر بالجمد حطيتو تقريبا شي ساعتين في المجمد كيف كتشوفو اذا ضروري يخص المشماش يكون برد مزيان يعني حتى كيف يبدأ مشي ولا حجرة حجرة ولكن شوية ولا قاسح وغادي يحتاجو معاه الحليب مركز المحلة واحد العلبة ديال الحليب مركز المحلة انا هدا حضرتو غير في بيته بان شاء الله نحط لكم الفيديو نخلي لكم هنا الروابط باش حضروه را كان وجدو بجوج طرق اللي عجباتكم فيها ديرو يعني ممكن توجدو خمسة دقيق وهو عندكم جاهز اذا مني درس هاد المكونات بجوج في ميكسور فشفتو معايا خلطتو حين غادي خلط العاصر تحلطهم مع بعضهم علبة ديال الحليب المحلة مع كيلو ديال مشماش اللي طبعا غسلتو حيطلو العضم وخليتو اه برد مزيان في المجمد اذا الهوما بعد ما كيتطحنو لي كان ناخدو المول اللي بغيتنا نقدم فيه يعني شوفو انتم معايا حسب المول اللي عندكم الى عندكم ديال السيليكون غيكون افضل لانك تزولو بكل سهولة الى بحالي هاكده عندكم مول ديال الزاج ولا ديال الحديد فغادي نتغلفو بالبلاستيك اذا كيف كتشوفو انا غلفسو بالبلاستيك باش يسهل عليها في الاخير من بعد ما يتجمد يجيني سهل انا ينزولو ولا ممكن تدهنو المول ديال كوم شوية زبدة ولا الزيت اذا انا كنجيني هادي مزيانة ندهنتو بحالة كده فرشط له هاد البلاستيك اذا يبقى لي واحد شوية هانا ندرسو في هاد المول الاخر باش نديرو على شكل يبول اذا للول غادي نخلي هاكده غلاس كبير ونقطعوه ها هو بعد ما خلتشو من المجمد ممكن تخليه ليلة كاملة انا ما خليتوش صراحة بزاف درسو في الصباح وحطيتو في العشية اذا اللي خليتوه يباتي يجي افضل يعني كي تجمد مزيان 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 راكم عارف يدري الصغار زربو عليه ومع ذلك جرائع عشي هو منه اذا انا عندي هنا شوية الشكلات قدرت معا واحد المعرقة زويته هو فوق النار اذا حتسوه في كاسر ونبدأ يدوب ودرت معا معرقة زيت نباتية ملعقة صغيرة من زيت نباتية سوف يحركت وده بغنطفيع لي غادي يكمل يدوب غيب وحده بلا نار انا طفيت عليه دابا سوف نخلط معا بعضوها وداب كامل غادي نزينو باش ما بغيتو ديرو شوية الكوكا كونكاسي ولا ديرو شوية الكوكا ويفيلي اللوز ايفيلي اللي بغيتو اذا قدرت واحد الصحن حطيتو فوق داك المون وقلبته باش غادي نقلب الجلاس ديالي في طبسيل ولا في صحن صحن تقديم اذا فأنا حطيت فوقه صحن وقلبتو هكذا الجهة اخرى وكان حيضغيب شوية حتى كي يزوليا اذا بنسبة الشوكولات هنا ندرس معاها اللوز ايفيلي اللي حمرتو من قبل في المقيلة صافي وكان زينو فكيف قدت لكم تزين كيبقى اختياري ممكن زينو كيف ما بغيتو وممكن تقدموه بدون حطا بقديا الشوكولات يعني غير بوحدو هكذا كيف جمتو المرة الاولى فكي قطعوه فكيجي الزوين بزاف ممكن الناس اللي كيبغيوا لا كريم يعني عندكم لا كريم شانتية ولا اي حاجة تقطعو بحال هكذا قطع يعني تحطوه في صحون فرضية وتزينو بلا كريم زينو بخطوط ديال العسل تزينو باللي بغيتو فكيجي الزوين رائع كيف قدت لكم حتى هالطبقة ديال الشوكولات ما بغيتو ما تديروهاش ما تديروهاش فغير هو بوحدو بهادو جوج المكونات كيجيش هوا منو ما تشبعوش منو اذا فها هو يعني كيف شوتو بعد ما غنلفتو بالشوكولات ممكن تخليه واحد شوية كده حتى يبرد لكم سوفو نقطع معاكم تشوفوه من الداخل فهدا هو اسهل وارخص غلاس يعني حتى بالنسبة لابنات اللي عمرهم ما وجدوه فممكن انهم يوجدوه بكل سهولة ويبرعو لداتهم اذا طبعا فيه مكونات اللي هي غير صحية بحسكر ولكن افضل اننا نديروه في الدار نقي حسن ما نشريوه وليداتنا من على برا فطبعا اطفال ما يمكنش نحرموه نهائيا من هاد الاشياء يعني اللي كيبغيوها واللي غلاس يعني شي حاجا اللي ولاد ضرورية في الصيف فاناك افضل اني نديروه في الدار على اننا نشريوه من برا هكدا يعني مرة مرة لا بأس اذا هذا هو الغلاس ديالنا فانتو ما غشوفو معايا من الداخل زوين ورائع وكيجي كريمي بواحد الشكل والزوين والمضاق ولا ارواع اذا نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا الوصفة ديال اليوم العصير ديال المشماش وكذلك الغلاس ديال المشماش جربوه في بيوت ديالكم وكنوا على يقين رهم اكيد غير يعجبوكم ويعجبوه لداتكم واذا عجبكم فيديو ما تنسوش كيف على الدعم والقناة تخليونا الاعجاب ديالكم وكذلك سبارتاجوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائدة باذن الله شكرا جزيلا على وفائكم وعلى حسن المتابعة خلسكم في امان الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة